ما أصعب الثورة إذا كانت عظيمة الهدف نبيلة الغاية ويا لو عورت طريقها إذا اندلعت في بلد ينهشه الفساد ويتحكم بمفاصله المجرمون المستبدون لابد لثوارها من قبض على الجمر حتى يبلغ الهدف وينجو من شراك المتربصين سنة كاملة مرت على ثورة تشرين بحلوها ومرها بشهدائها ومصابيها وأبطالها فتداعى المخلصون يباركون للشعب العراقي هذا التاريخ الجديد وكذلك من كادوا لها وفشلوا تداعوا يهنئون بانطلاقتها أيضا ولهم في هذه التهنئة مآرب أخرى الكاظمي وبرهم صالح والحلبوسي وعمار الحكيم وغيرهم بادروا بكل ما اقترفت أيديهم إلى تهنئة الثوار أو بمعنى أدق إلى تهنئة ضحايا فسادهم والثائرين ضدهم منمقين جمل وعبارات يظن سامعها أن هؤلاء كانوا قادة للثورة وبما أن ثورة تشرين ذا عصيتها وصارت حدثا لا يمكن إنكاره أو إخماده لجأ قادة العملية السياسية إلى خيارات جديدة أهمها محاولة الهروب من حقيقة أن الثورة تستهدف كامل العملية السياسية عبر تصوير أنها ضد الحكومة السابقة فقط وأن هذه الحكومة هي نتاج ثورة تشرين الخيار الثاني ركوب الموجة الجديدة من الثورة والسعي إلى سرقة منجزاتها وإذا فشل الساسة في هذين الخيارين سيلجؤون إلى أخطر خيار البحث عن مناصرين لهم في صفوف المتظاهرين لشق صفوفهم وإثارة الخلاف بينهم وللساسة المهنئين أسوة سيئة بمقتدى الصدر عندما كاد أن يوقع بالمتظاهرين عبر تبني مطالبهم أولا ثم الإعلان عن كفاء أنصاره بمجرد أن سقطت حكومة عادل عبد المهدي وبعد ذلك قام أنصاره بتمثيل دور الشرطي والوصي على ساحات التظاهر لم يفلح الصدر وكذلك لن يفلح المهنئون الجدد الوعي الشعبي بلغ مرحلة الفهم العميق لجذور مصائب العراق قاعدة سياسية باطلة وما بني عليها كذلك ترجمة نانسي قنقر